واحد من اقطاب العملية السياسية ترتكز عليه امال وتطلعات الملايين بانتاج مرحلة جديدة بعيدة عن الخلافات ومعالجة جميع الملفات المتراكمة سياسيا وامنيا واقتصاديا وخدميا تحالف السيادة نظرا لما يمثله من اهمية اصلاحية يحاول المتصيدون الفاسدون اضعافه وافشاله داخليا وخارجيا لكنه رغم ذلك ما يزال يثبت للجميع مدى تماسكه وانه اصبح رقما سياسيا مهما في المعادلة المقبلة مستوى التفاهمات والتوافقات داخل البيت السني وصل الى درجات متقدمة من الانسجام وهذا الامر جاء بناء على توحيد الرؤى والمواقف التي بلا شك سوف تنعكس على واقع حال الاهالي لدى هذا المكون نهج وطني بعيد عن الاملاءات والضغوط صار عليه تحالف السيادة فجميع حواراته ومشاوراته مع القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة العراقية تستند الى الافعال لا الاقوال في جميع القضايا المصيرية التي تبناها متمثلة بملف النازحين والمغيبين والمعتقلين وعادة اعمار المناطق المستعادة من تنظيم داعش وبناء منظومة سياسية بعيدة عن الاقصاء والتهميش دعم تشكيل حكومة اغلبية وهي تسهم ايضا في الضغط على الحكومة المقبلة او طرح البرامج التي تحتاجها هذه المحافظات فيما يتعلق باعادة الاعمار فيما يتعلق باعادة النازحين تطبيع الاوضاع بشكل كامل الامنية والاقتصادية وهي ضرورة مهمة ليس فقط من اجل سكان هذه المحافظات بل من اجل كسب السلام مشروع سياسي يبحث عن مستقبل مشرق للبلاد ببناء منظومة حكومية قادرة على احداث تغيير حقيقي في جميع مفاصل الدولة التي نخرها الفساد لما يملكه من ثقة الشركاء السياسيين وعلاقات داخلية وخارجية ما يجعله على اعلى هرم التحالفات واضعا مصلحة البلاد العليا فوق اي اعتبار من اربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة